بسم الله الرحمن الرحيم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المطر إذا دعوا ويكشفوا السوء ويجعلهم خلفاء الأرض أهلاهم مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البرج والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين ذرحبتي أهلاهم مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدو الخلقكم من يعيده ومن يرزقكم من السماء وأرض أهلاهم مع الله قل هاتوا برهانا منكم كنتم صادقين قل لا يعلم ما في السباوة والأرض الغرب إلا الله وما يشعلون أيام يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أيدا كنا طوبا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد عدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما ينكرون ويقولون متى هذا المعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون رضي فلكم بعد الذي تستعجلون ويقولون أن ربك لدو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وأن ربك لا يعلم ما تكن سدورهم وما يعلن وما من ضائمة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على أبن إسرائيل أكثر الذي لهم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يطاطي بينهم بحكمه وهو العزيز العليل فتوكر على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع السم الدعاء إذا ولهم مدبرين وما أنت بهذه نعم عن ضلالتهم تسمع إلا من يؤمر بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقعا قول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا من من يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال كذبتم بآيات ولم تحيدوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقعا قول عليهم بما ظلم فهم لا ينطقون ألم أرى أن أجعلنا الليل نسكم فيه والنهار بسرا إن في ذلك الآيات لكم يؤمنون ويومين فهو في السور ففزعناهم في السلاوات وماهم في الأرض لا من شاء الله وكل أتى الداخل وترى الجبال تحسبها جامدته ويتمر مر السحاب سنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم منهم فزعي يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزرون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وعلى كل القرآن فبليت ذا فإنما يهتدي لنفسي وما أنضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سويكم آياته فتعريفونها وما ربك بغافل عن ما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم طاسم ميم تلك آيات الكتاب المبين نتعو عليك من نبأ نصف رعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستدعف طائفة منهم يدبح أبناهم يدبح أبناهم ويستحيي إساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نبن على الذين استدعفوا في الأرض ونجعلهم إنتم ونجعلهم ظارثين ونمكن لهم في الأرض ونريد في العرنها من جنودهما لهم ما كانوا يحجرون ورحينا إلى أم موسى أم أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في الأمي ولا تخاف ولا تحزني إن رده إليك وجاعله من الموسلين فاردقته أهل فرعون ليكونهم عدوا وحسنا إن فرعون هامل جنودهما كانوا خاطئين وقال دماغ فرعون قل ردعيه ولك لا تغطيه عسايا فعلا أنتخذه ولا تروا وهم لا يشعرون وأصبح أخوان من موسى فارغا إن كادت لا تبدي به لولا أرابتنا على قلبيها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصي فبصرت به عن جنودهم وهم لا شعرون وحرمنا عليه المماضيع من قبل سفارة لا تلكم على أهل بيت يكفلونه على أهل بيت يكفلونكم وهم لكون صحيين فرددناه إلى أمه كي تطرعينها ولا تحسنوا ولا تحسنوا ولتعلم أن وعد الله عقهم ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما أبقى شده واستروا وعاتيناه حكما وعلما وكذلك لجلس المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين أخطتنا هذا من شيعته وهذا من عدوه فاسترثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عبد الشيطان إنه عدوه مدل مبين قال رب إني فرق نصري فغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أمعنت علي فلنكون ظهيرا للمجرين فأصبح في المدينة خائفا يتلقع فإذا الذي استعنصره بالأمس استصرخه قال له موسى إنك لغبي مبين فلما أن أرد أن يرى تشعر الذي أعدوه لهما قال يموسى أتريد أن تغطلني كما قتلت محسن بالأخف إذن تريد أن تكون جبارا في الأرض ما تريد أن تكون من المسلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملاء يقدر للمجر يقتلك فخرج فخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يتلقى قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدينة قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدينة وجد عليهم مدى من الناس يسقون ووجد من دونهم مرأته تدودا ولا نخططوكما قالت لا أسمي حتى يصدر الرعاء وعبونا الشيخ كبير فسأطلوما ثم تولى إلى الذين فقال ربي إني لما أنسأت إلي من خير فطير فجاءته إحداهما تنشي على استهياء قال إن قال إن نبي يدعوك لأكي سيكاجر ما سقيت الله فلما جاءه وقص عليه القصص فقال لا تفاف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبا تستأجره إن خير من استأجرك القبيل قال إني أريد أن أنتحك إحدى نديهاتين على أن تأجرني ثماني حجات فإن أتمنت عشران فمن عندي وما أريد أن أشف عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيام الأجلين قضيت فنعضونا علي والله على ما نكون وكيل فلما قد عمسى الأجر سر بأهله آنس من جانب التور قال لأهله مكسوا إني لست نار لعلي أتيكم منها بخبر وجزوة من النار لعلكم تستطلون فلما أتانو ديا من شرق العودي اللي من في البقعة المباركة من الشجرة أيام سا إني أنا الله رب العالمين وأنا أنتعصاك فلما راح تهدسك أنها جان ولا مضيلا ولا معقب يا موسى أقبل ولا تخاف إنك من العمين وسكي لك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واغنوا إليك جماحك من الرهب فذلك تورهانا لربك لا في العمل إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منه نفسا منه نفسا قتلت منه نفسا فأخف أن يقتلون واخي هلوه أفسر مني لسانا فأرسلوا معي إذا إن يصدقني إني أخف أن يكذبون قال سنشد عندك بأخيك ونجعل لكم سلطانا فليفصلون إليكما بآياتنا أنتما وليتبعكما الظالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينهم قالوا ما هذا إلا سر مفتر وما أسمعنا بهدف في أبائنا الأوظلين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عندهم أن تكون معاقبة الدار إنه لفع الظالمون وقال فرعان يا أهل ملأ ما علمت لكم من إله غيري فأقيدني يا هامان على الطين فاجعلني سلحا لعلي أتنع إلى إله موسى وإني وإني لأخنه من الكاذبين واستقروا وجنوده في الأرض بغير حق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأقلنا وجنوده فأمزناهم في يم فانظر كيف كان عقبة الظالمين واجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوما القيامة لا ينصرون وأقعناهم في هذه الدنيا لعنى ويوما القيامة هم من المطبوحين وما قد عدنا موسى الكتاب من بعد ما أهلتنا القرون الأولى بصائر للناس بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغرب إذ قضينا إلى رسال أمر ما كنت من الشاهدين ولكن أن شاء قلنا فتطوعل عليهم العمر وما كنت سابيا في أهل مدينة تدلوا عليهم آياتنا ولكننا كنا موسى وما كنت بجانب الغرب إذ لذين ولكن رحمتهم من ربك تنجر قوما ماتهم من نذير من قبرك لعلهم يتذكرون ولأولا أن تشيبهم مصيبة بما قدرت أيديهم فيقول ربنا فيقول ربنا لو لا أغفت إلينا رسولهم فنبدأ بيع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أمتي مثل موت موسى أو لا مكفو بما أمتي موسى من قبل قالوا سهراني تضامع وقالوا إنا بكل من كافرون قل فأتوا بكتال من عند الله وأهدا منهما أتبعهم منهما أتبعهم إن كنتم صدقين فإلا نستجيب لدفعنا أدونا أدبع لأبواءهم ومن أطلبهم من اتبعواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولا قد اشتلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتينهم الكتاب من قبلهم به يؤمنوا وإذا يتنع عليهم قالوا آمنا به أنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤترنا أجرهم مرتين بما صبروا ويدرقون بالحسنة السنية ومما أرزقناهم ينفقون وإذا سنعوا له وأعرضوا عنه قالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغ الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إنك تبع نهدى معك نتخطف من أرضنا أولا هم كلهم حاماً وحرماً آمناً أي جباليه ثمرات كل شيء نسقى من لتنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكما هم لنا من قرية بطيرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلاً وكنا نحن الظالثين وما كان ربك مهدك أن ترى حتى يدعى ففي أمها عصلاً يطلعني همايتنا وما كنا مهدك للقرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاعوا الحياة الدنيا وزيلاً وما عند الله قرى الله بطاعة فلا تعطيهم أفلا وعدناه وعد الحسنة فولاقيه كما متعناه متاعا الحياة الدنيا ثم يوم القيامة من المغترين ويروم إلههم فيقونا إلى الشركاء الذين كنتم تزعون قال الذين حقوا عليهم قولوا ربنا هؤلاء الذين أغينا أغينا هم تغينا تبرعنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيلت عشركا فدعاهم فلم استجيبوا لهم وراء العدد لو أنهم كانوا يهتدون ويوم عندهم فيقول ماذا أعتدتم المرسلين فعليك عنهم لنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما أن تبرعنا على الصالحان فعسى أن يكون من المفلحين ورب يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم فيما تصبح على الله تعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكنوا صدورهم وما يعلن أهو الله لا إله إلا هو لهم الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم إليه ترجعون قل أرأيك من جعل الله عليكم الليلة صامتا لله من قيامة من الله ويأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيك من جعل الله عليكم النهار صامتا لله من قيامة من الله ويأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليلة والنهار لتسكنوا فيه ولتردوا من فضلي ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول وين شركاء الذين كنتم تزعون ونسعنا من كل يمة شهيدة فكلها تضرها فعلم أنها الحق إليه ظل عليهم ما كانوا يفتهم إن قام كان بيهم قام موسى فلا عليهم وعطيناه من الكموس إن مفاتيحه لا تلوء بالعسبة عن القوى إذ قال لهم قومه لا تفرحين الله لا يحب المفرين قومه لا تراثرين الله لا يحب الفرحين وابتد فيما أعتاد الله الدار الآخر وثلاثا سنصيبك من الدنيا وحسين كما أحسن الله إليك ولا أبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشفر منه قوة واثر جمعا ولا يسل عن جنوبهم المجرمون فخرج على قومه في سينته فقال الذين يريدون حياة الدنيا جالت من السموت قال إنه لدو حظ عظيم وقال الذين موتوا علما وإلكم ثواب الله خير لمن آمن على الصالحة ولا إلى الطهاء إلا الصابرون فخصفنا به وبدال الأرض فمن كان فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المتصرين واصبح الذين تمنوا مكانه بلمس يقولنا كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لو لا أمن الله علينا لخصف بنا وإذا أنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة ناجع عنها للذين لا يريدون عظا في الأرض ولا فسدا ولا عاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئة إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرد عليك القرآن وردك إلى معادة قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحبة من ربك فلا تكون أن ظاهرا للكافرين ولا أسدنك عن آية الله بعدين أنزلت إليك ودعي يا ربك ولا تكونن من المشركين ولا أتدر على الله نام آخر لا إله إلا هو كل شريء هاريكم إلا وجهه لكل حكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس وأن يترك وأن يقول وأنهم لا يستمون ولا قد فتن الذي لم يقبلهم فليعلمن الله الذي نصادهم ولا يعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقوا نأسا ما يحكمون ما أمكى يا رجل قال الله فإن أجل الله لآتي وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد النفس إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا عن الصالحات لنكفرن عن سيئاتهم ولا نجز أنهم أحسن الذي كانوا يعلمن ووصينا له الرسالة بوالده حسنا وإن جاهدك لتشتك بما ليس لك به علم فلا تدعهما إلي ما وجعكم فهمت منكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا عن الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمننا بالله فإذا وذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولا إن جاء أنص من ربنا قلن إننا كنا معكم أو ليس الله بعلم بما في سدون العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا لعلمن المنافقين وقالا للذين كفروا للذين آمنوا تبع سبيلنا ونحن خطيكم وما هم بحاملين من خطيكم من شيء إنهم لكاذبون وليحلن أفقلا وأفقلا مع أفقلهم وليشأن يوم القيادة عما كانوا يفترون ولا قد أرسلنا روحا إلى قامه فلبس فيهم ألف سنة لا خمسين عاما فأفضلوا الطفال وهم ظالمون فأرنجيناه أصحاب السفينة تجعلناها آية للعالمين ويراهي بيذقال لقامه عبدوا الله واتقوا تالكم خير لكم إن كنتم تعلمون إن تعبدون لي ودون الله وثالا وتخرقون إفكا إن الذين تعبدون لي ودون الله لن يكون لكم نسقا فأدقوا عند الله رزقوا وعبدوا واشكروا لا إليه ترجعون ويهتم تكذبوا فقد كذبوا وممعوا قبلكم ومع الرسل إلا الباب المبين أظلم كيف يبدل الله الخلق ثم يعيد إن ذلك على الله يسير قل سيروا في العرب فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله يمشيق نشعب الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذر من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقنقون وما أنتم بمعجسين في الأرض ولا في السناء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وإذا كفروا بآيات الله ونقائه ونقائه أولئك يليس من رحمة وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جعب طمه إلا أن قالوا قتلوا ومحرقه فأنجه الله من النار إن في ذلك لآيات اللقاء يبنون وقال إن امتغلتم من دون الله وثانا ما ودى بيلكم في الحياة الدنيا ثم يوما وطيامة يكفر بعضكم ببعاد ويلعن بعضكم بعضا وما مؤمن وما لكم من ناصرين فآمن له لوت وقال إني مهاجر إلى ربي إنه العزيز الحكيم ورهبنا لكم إسحاق ويعطو إسحاق ويعطو واجعلنا فيه دريته النبوة والكتابات واجرهم في الدنيا وإنه في الآخرة لن الصالحين ولوت إذ قال لقومه إنكم لدأتون للفاعش ما سبق بها من أحد من العالمين أين لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في نادي كل منك وفما كان جواب قومه إلا أن قول ائتنا بعداب الله إن كنت من الصادقين قول ربي انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسول إراهيم بالمشرة قالوا إن مهلك أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظلمين قال إن فيها موتا قالوا نحن على ما فيها لن نجنه أهله إلا وراته كانت من الظاب وقال وقال لا تخاف لا تحزن النار نجنك وأن كالمرأة كانت من الضابر إن نظر على أهل هذه القرية لجسع من السماء بما كان يفسق ولقد دربنا منها آية بيينة لقوم يعقل وإن آمد نخوهم شعيدا فقال يا قومي عبد الله وارجوا اليوم الآخر ولا دعثوا في الأرض مفسدين فكذبوا مفاخذتهم الرجفة فسروا في دارهم جاثمين وعادا وثمودا وقد تبين لهم من مساكنهم وزيّلوا الشيطان وعباهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقال نوفر عن مهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض ومكانوا مسابقين فكلا أخذنا بدمبي فمنهم من أرسلنا عليه عسي حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به له ومنهم من أغرقنا وما كان الله يظلمه ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثال الذي اتخذوا من دون الله يولياء كمثل العنكبوت اتخذ بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لهم كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يضعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثى نضربها للناس وما يعدلها إلا العالمون فلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين صدق الله العزيم